في عنوين النشرة مصطفى ناصر أمام المحكمة حكاية الحريري مع نصر الله أنا أقطع الأصابع العشرة ولا أوقع على دم المقاومة جديد السائقين المختطفين لدى النصرة ستة بخير وفي اتنين مش واتقين بالضبط وين هني وكيف ما نقدر نوصل لحل في الخاص أقروا قانون السير من عنوانه مش حافظوا هلأ لأب هاللحظة هاي لأمني حافظوا علي شعبان لا يزال بيننا علي هو الحياة كلها كان المرشد الأعلى يصعد والرئيس يهادن في ملف اليمن وفي النشرة سيارة لبنانية في أفلام هوليوود تفاصيل هذه العنوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد حديث مساء الخير الرجل الثالث بين زعيمين وافق السر يمشي شاهدا مصطفى ناصر المستشار الصامت الصندوق الأبيض وحارس أسرار الكبار كاتم الصوت الذي تمرس في حفظ أصول المجالس بأماناتها هو اليوم الأمين العام للشهادات من سبقه إلى المحكمة الدولية أحب رفيق الحريري صادقه حاباه لكن ومن الحب ما قتل السمعة لكننا اليوم أمام شاهد مصطفى ناصر الحريري في حياته وظل مستشارا إلى مرحلة احتاجه فيها الشهيد في الممات ومن مجريات شهادة اليوم يتضح للرأي العام أن مصطفى ناصر والمعاون السياسي الحاج حسين خليل وحدهما يملكان مفاتيح سنوات العلاقة بين رفيق الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حيث كانت الاجتماعات محصورة بين أربعة رجال ولم يكن يدخلها حتى أقرب الأمنيين المقربين إلى رئيس الحكومة أنذاك كالشهيد وسام الحسن الذي كان ينتظر في الخارج فمن أين أتت ذكريات الشهود السابقين وكيف اتسعت ذاكرتهم لحكاية لم يكون شهودا عليها متكئين فقط على أسرار الفؤاد ومضبطة اتهامهم دمعة ظلت حبيسة سيارة وكتف وفي شهادته دفع مستشار الرئيس الراحل نحو علاقة متينة بين الحريري والمقاومة كان فيها الرئيس الشهيد مستعدا لقطع أصابعه العشر قبل أن يوقع على نزع سلاح حزب الله الذي سيبقى إلى ما قبل ثانية واحدة من توقيع السلام مع إسرائيل وعندئذ يصبح في يد الدولة حاول الدفاع سحب الشاهد إلى منطقة متوترة من العلاقة بين الطرفين لكن مصطفى ناصر أدل بما كان شاهدا عليه من حوارات توثق مرحلة كان فيها الحريري على ود مقاوم وينسحب هذا الود على سوريا حيث كان الحاج حسين خليل يحضر قبل الاغتيال بأيام لزيارة سيقوم بها الحريري إلى دمشق وخلال مجريات جلسة اليوم أقدمت المحكمة الدولية على ما يمكن تسميته بلغتها تحقير سير الشهادة وعرقلة مسارها عندما أوعزت إلى الشاهد تحديد مكان إقامته على الخريطة وبدقة ما يعني أنها تعريه على الملأ علماً أنه يفترض بها تأمين حمايته ضمن برنامج حماية الشهود فإذا كانت المحكمة قد أرادت تحديد مكان الأمانة العامة لحزب الله والذي سوته إسرائيل بالأرض بعد حرب تموز فإلى ما تهدف اليوم من خلال كشف مقر الأمانة العامة لحفظ الأسرار لمن تقول المحكمة نصف الدولية اليوم هذا بيت مصطفى ناصر في أدق مراحل الشهادة التي يمر بها الرجل والشهادة لله المحكمة تبلغ وتعطي إحداثيات لغير طرف شريك معها ومن وراء الستار والشهادة الناصرية تستكمل مسارها بعد يوم أول رسم الأحرف الأولى لعلاقة اختتمت بوقار بين المقاومة والشهيد لكن علاقات اليوم بين الورثة تضرب بسيف اليمن ومحراب السعودية وعلى الرغم من سريان مفعول حبوب الحوار المخدرة فقد ارتفعت لهجة البيانات بين الطرفين برد من وحي تقص الروم المائل إلى المطر فرعدت مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في بيان موجه للشيخ سعد الحريري لكن حروب البيانات لن تصرف على الجبهات إذ أن رقصة البواخر الإيرانية في المدائق وتصريح المرشد الأعلى علي خامنئي عالي الأمواج كله سيرس في النهاية على شاطئ حوار سياسي يقود اليمن إلى حلول بالطراضي إذن مصطفى ناصر المستشار السابق للرئيس الشهيد رفيق الحريري يشهد من لهاي أن السيد حسن ناصر الله قال يوما للحريري إنك فاسد وأمريكي قدمت من أجل تنفيذ القرار 1559 ويؤكد أن رئيس مجلس إدارة قناة الجديد تحسين خياط معروف بتحديه لأي هيمنة بأناقته الكاملة حضر المستشار السابق للرئيس الشهيد رفيق الحريري مصطفى ناصر شاهدا أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فاستعرض من حمل طوال سنوات مفاتيح العلاقة بين قريطم والضاحية العلاقة التي جمعت الرئيس الحريري بالأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وتوقف بإسهاب عند محاولة الحريري إزالة مخاوف نصر الله من القرار الدولي 1559 بهدف تسهيل التحالف الانتخابي قال السيد نصر الله للرئيس الحريري قال له أنت فاسد وحكوماتك فاسدة وبعدنا عنها بسبب هذا الفساد وأنك أمريكي قادم لتنفيذ القرار الأمريكي الفرنسي على المقاومة فقال له الرئيس الحريري طيب لنتفق ونتحاور بكل بند من البنود قال الرئيس الحريري حول البند الخاص بال1559 ونزع سلاح المقاومة أوافق وأشرع كرفيق الحريري وكرئيس وزراء لاحق بعد الانتخابات النيابية إذا فزت بالانتخابات النيابية أن يبقى سلاح المقاومة سلاحا شرعيا بنظر حكومتي وبنظري حتى آخر ثانية قبل توقيع الاتفاق السلام مع إسرائيل وإذا كلفت بدم المقاومة من قبل من أصدر وهو قرار دولي من أصدر ال1559 فأنا أقطع الأصابع العشرة ولا أوقع على دم المقاومة وأنا أرى أن الجيش السوري وهو بنت آخر تحت عنوان إخراج جميع الجيوش الأجنبية من لبنان ويقصدون الجيش السوري فأنا أصر على أن يبقى الجيش السوري في البقاع كما ينص اتفاق الطائف وليس كما ينص القرار 1559 وقبل أيام من اغتيال الحريري اجتمع الحريري بالحاج حسين خليل في قصر قريتم بحضور ناصر حيث الاجتماع الذي سبق استشهاد الرئيس الحريري بعدة أيام مساء الجمعة والسبت هي تسهيل مهمة حسين الخليل في دمشق لترتيب زيارة الرئيس الحريري إلى دمشق سافر الحج حسين إلى دمشق واستشهد الرئيس الحريري يوم الاثنين وفي إطار الحديث عن لقاءات السيد ناصر الله والحريري في الضاحية الجنوبية لبيروت كان لافطا طلب المحكمة إلى ناصر تحديد مكان إقامته على الخريطة بالنسبة إلى موقع الأمانة العامة سابقا جلسة ما قبل الظهر ركز مستشار الرئيس الشهيد فيها على الضغط الذي مارسه رسلم غزيلي لإلغاء مقابلة سبق وأجرها غسان تويني مع الملك الأردني الحسين على تليفزيون لبنان علما أن علاقة الحريري بالسوريين كانت أنذاك في أفضل حالاتها فجأة اتصل العميد رستوم أزون كان عميد برئيس مجلس الإدارة الأستاذ فؤاد نعيم وطلب توقيف بث البرنامج فاتصل الأستاذ فؤاد نعيم بالرئيس الحريري الذي كان يملك نصف أسهم التليفزيون وكان يمون على النصف الآخر كونه رئيس وزارة فأجابه الرئيس الحريري قال لك توقف توقف هذه سياسة عامة تدخل في السياسة العامة وليس في العمل الإعلام فألغي بث البرنامج لكن الأستاذ غسان تويني استاء كثيرا وأعطى البرنامج لتلفزيون آخر اسمها تلفزيون نيو تيفي القاديري وهل بث تلفزيون نيو تيفي لاحقا هذه المقابلة بين سيد تويني والمالك حسين نعم الرئيس الحريري كان على علاقة جيدة جدا مع السوريين في تلك الفترة لصالح الملك حسين يزعي للسوريين بأي منطق فاستجاب خاصة وأن الأستاذ غسان تويني لم يستشر الرئيس الحريري على ما أظن بتلك المقابلة هيك التركيب القانوني للتلفزيون نصف الأسهم لرفيق الحريري ونصف الأسهم للدولة وهو رئيس وزراء قناة الجديد بثت لاحقا هذه المقابلة لتكون بداية اعتراض رئيس مجلس إدارة الجديد على الهيمنة السورية ولم يصار إلى الضغط على النيو تيفي وقت إذن لمنع هذا البس ما بعتقد كانوا يمونوا على السيد تحسين خياط صاحب النيو تيفي كان معروف التحسين خياط بمواقفه المعادية لأي سيطرة أو هيمنة شخصيا وكتلفزيون وله سجل حافل في المناكفة مع رستوم غزيلي وخاصة مع رستوم غزيلي بس هذه الحادثة كانت بداية اعتراض من تحسين خياط على الهيمنة السورية في هذا البرنامج وغيره وعملها من باب التحدي تحسين خياط هل أنت كسحفي وافقت على هذا القرار على أنه القرار الصائب أنذاك على ضوء الصورة الأشمل والواقع السائد أنذاك ربما لم أكن أوافق من منطلقي كسحفي ربما لم أكن أوافق أما إذا تعطيت مع الموضوع من الوجهة السياسية أتفهم ظروف وعلاقة رفيق الحريري مع السوريين وعلى هذا القدر من المعلومات رفعت المحكمة جلستها حتى صباح الجمعة مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع قناة الجديد بعيدا من محاولتها كشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في هذا التقرير للزميل جاد غصن قضية ملاحقة المحكمة الدولية الإعلام اللبناني ومحاكمة قناة الجديد ونائبة رئيس مجلس إدارة كرما خياط بدأت من خلال سلسلة تقارير عرضها الزميل رامي الأمين عن المحكمة الدولية وعن شهود سريين في المحكمة من دون ذكر أسمائهم ولا إبراز وجوههم أنا بجبال كنت عم صور موضوع ودربت السيارة عم بتطلع بالخبرة لقيت رقم حضرتك أنا عطريق المينة حادث السير هذا ليس لقطة اليوم المحكمة الدولية قررت أن في هذه التقارير تحقيرا لها وتعريضا لشهود للخطر متنسية التسريبات التي بدأت منذ انطلاق عمل لجنة التحقيق الدولية منذ تقرير الفيجارو وتقرير السي بي سي وصولا إلى التسريبات الصوتية لقناة الجديد مع الحقيقة ليكس بدأت المحاكمة لتعتبر خياط من المحكمة الدولية أن القضية قضية حرية تعبير لا طبعا هو ما بين حرية الإعلام وما بين استخدام الأنون لإسكاة الإعلام طبعا هذا شيء واضح وحكينا فيه وحكينا فيه نحنا بوضوح قاضي غرفة الدرجة الأولى نيكولالي تياري قرر عدم جواز محاكمة قناة الجديد طبعا لأحكام المحكمة التي تمنع محاكمة الشخصيات المعنوية غير أن صابقة محاكمة الإعلام اللبناني من قبل محاكم دولية أطبع بصابقة أخرى مع قرار هيئة الاستئناف جواز محاكمة قناة الجديد كمؤسسة في تشرين الأول اجتمعت هيئة استئناف مؤلفة من ثلاثة قضاة عينت للنظر في استئناف متعلق باختصاص المحكمة بالقضية ضد الجديد والخياط وقررت بالأغلبية مع مخالفة القاضي عكوم الرأي أن للمحكمة اختصاصا بالنظر في دعاوى عرقلة سير العدالة المقامة بحق أشخاص معنويين مقابل ضغط المحكمة تضامن الإعلام اللبناني مع قضية الجديد وخياط لتصل أصداء القضية إلى العالمية وآخر التقارير من الواشنطن بوست في مقالة الواشنطن بوست بعنوان محكمة الأمم المتحدة للبنان كلفت الملايين ولا توقفات والآن تحاكم الصحفيين أكدت الخياط أن مهمة الأعلام هو مراقبة عمل المحكمة والقول لها أن هناك من يسرب معلومات من داخلها لينتهي المقال أن عمل قناة الجديد لكشف الحقيقة في بلد مثل لبنان تعتريه مصاعب لا تشهدها كثير من القنوات في العالم آخر التحديات تمثلها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قناة الجديد وفريق دفاع عن قناة الجديد وعني سنحضر إلى المحكمة ونحن مؤمنون بأن ملفنا ملف قوي جدا وبأننا نحن ندافع ليس عن قناة الجديد ولا عن كرم الخياط نحن ندافع عن الصحافة في العالم العربي وفي العالم كله ندافع عن فرانس فانكاتر ندافع عن أي وسيلة أعلام أخرى في مقال لوغازات البريطانية تحت عنوان محكمة لهاي على المسار الخطأ انتقدت المجلة إقدام المحكمة الدولية على محاكمة أعلاميين وذلك للتغطية على إدارتها السيئة للتسريبات الكثيرة التي تعانيها ولعملية حمايتها لشهودها نقطتين تؤكد المجلة البريطانية أنها مدعاة لخجل المحكمة من نفسها وليس لمحاكمة الأعلام بعد نحو شهرين تصدر المحكمة قرارها النهائي الذي قد يصل إلى أغلاق القناة ومصادراتها ومحاكمة الخياط وسجنها لمدة سبع سنوات أو تعود المحكمة إلى رشدها وتعمل في القضية التي أوجدتها معرفة من اختال الرئيس الشهيد رفيق الحريري جدغسون قناة الجديد قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الناب محمد رعد في بيان له ردا على رئيس تيار المستقبل سعد الحريري نتفهم حراجة وضع الشيخ سعد وديق صدره خصوصا إزاء كل ما ننتقد به زعماء السعودية وسياساتهم الخرقاء وعدوانهم الفاشل على اليمن وشعبه مؤكدا أن الصمت عما يرتكبه زعماء السعودية من جنايات وإبادة للمدنيين صمت لا يرتضيه إلا العبيد أو الجهل أو الجبناء وقال رعد إن إدانة تدخل السعودية في اليمن وعدوانها العسكري هي التزام وطني ودستوري وأخلاقي ومن شأنها أن تكبح جماح المعتدين وتنبههم إلى فعلتهم الخطرة وأن تصوب الأمور في اتجاه إيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية بدلا من المقامرة الخاسرة وأضاف رعد السعودية بالنسبة إلينا شقيق مرتكب ومغرور لا يمكن أن يغطي جناياته بالتحالفات الإقليمية والدولية ودع رعد سعد الحريري والمتعاونين معه إلى مراجعة سياساتهم خصوصا بعد ظهور الأفق المسدود للعدوان على اليمن وزير الزراعة أكرم الشيب يؤكد أن السلطات الأردنية والسعودية أبدت استجابة لملف الشاحنات اللبنانية العالقة على الحدود ويؤكد في مقابلة مع الجديد أن ستة من السائقين الذين فقد الاتصال بهم في أمان وأن الترتيبات جارية لعودتهم دخلت أزمة الشاحنات والسائقين المخطوفين أسبوعها الثاني وحتى اليوم لم يظهر أي جديد لحول مصير اثنين من السائقين الذين خطفوا على معبر نصيب السوري ولا لنحية إيجاد بديل من أزمة توقيف التصدير البري وما يرتبهم النتائج كارثية على الاقتصاد اللبناني وزير الزراعة كلف رسميا متباعة الملف فأجرى سلسلة اتصالات بسفارات الدول المعنية للتخفيف من الأزمة ست موجودين بأمان حسب ما بلغوا كان مفروض يطلعوا أنه أفرج عنه أين بدون يروحوا في كلام أنه يجب أن يطلعوا على السويدة ويجوا من سوريا وفي كلام يجب أن يفوتوا على أردن أردن أقبل معابره حسب معلوماتي بعد الكلام بس معروفينه وبأمانه يتواصلوا مع أهلهم فيه اتنين اللي هني يعني فيه تواصل من يدعوا أنهم خاطفين قد يكونوا أو لا يكونوا ما بعرف بس بعد في عنا شابين نحن نسعى لعودة كل أبنائنا المحتجسين هل صحيح أن هذين الشخصين يعني مطلوب فدي عليهم؟ ما بدك تشوف اللي عم بيتصل هل هو صادق وبتعرف في موضوع فالت يعني ما أنه موضوع منضبط بسوريا يعني وين هني ومع مين أما فيما يتعلق بالتصدير الزراعي تحديدا فتجري دراسة إمكانية تحميل الدولة فرق التكلفة في حال نقلت السلع بحرا أو جوا فيه بيبقى طريق واحد اللي هو طريق العراق نحو المملك يعني فيه عندك طريق عبر سوريا العراق بس طريق طويل وأيضا فيه مخاطر تجينا كان خضروات وبعض البضاعم وقفت كلها ما هي صادر والوارد وقف نتيجة أكفال سوريا بس فيه إنتاج باللبنان لأجيك بطط عكار يعني كمان تصدير اليوم كانوا عنده عندي الكويتيين صباحا مشكورين الهلال الأحمر لكويت عم نعمل مفاوضات معهم نشتري الإنتاج لللبناني ونوزعه على النازحين السوري وأبدو استعداد وهذا الكلام صلنا أسبوعين نشتغل فيه من الوقت مؤتمر الكويت وكنت بلشت مع الإماراتيين من فترة وأبدو استعداد من خلال الهلال الأحمر يعني عم نجرب بكل الوسائل نقدر نأمن تصدير إنتاجنا وبيع إنتاجنا وزير الزراعة أشار إلى أن عدد الشاحنات العالقة في الخليج نتيجة أقفال المعابر البرية في سوريا يزيد عن 140 شاحنة وأن هناك محاولات لتجميعها في نقطة واحدة لإعادتها إلى لبنان من المبارح أتوصل أنا مع سائقي الشاحنات مع سفارتنا بالأردن ومع سفارة المملكة في لبنان يعني الشغل ماشي بس مش هون القصة القصة أنه بنا نجمعهم بمكان كيف بنا نجيبهم من يجيب العبار هذا قرر مجلس وزراء نأخذ كل المعطيات كل المعلومات الكلفي تحت أن نطلع فيها نهر الخميس نقل رضع مجلس وزراء وتجدر الإشارة إلى أنه مع توقف النقل البري بلغت خسارات الاقتصاد اللبناني ما يقارب ثلاثة ملايين دولار يوميا باسد العريضي قناة الجديد بعد ثلاث سنوات على استشهاد الزميل علي شعبان يبقى هو الذكرى ثلاث سنوات مرت على استشهاد علي ثلاث سنوات وما زال وقع هذا النهار يتسرب من غرفة إلى أخرى ومن طبقة إلى أخرى وكيف لا وزملائه المصورون تعلموا من استشهاده أن لا خطوط حمرا في هذه المهنة وأن الخطر قد يتخلله الاستشهاد وكيف لا يذكر كل يوم الشقيق الذي كان سندا في المؤسسة زينب شقيقة علي دخلت المؤسسة التي يعمل فيها مطمئنة إلى أنه سيكون جنبها في كل خطوة لتصبح مدللته في المنزل وفي العمل ندخل عليها في الطبقة الثالثة فنتذكر كيف دخلنا عليها نهار استشهاده الجرح اليوم لم يفتح من جديد لأنه لم يندم اليوما بعدني لهلا بس يجي على المؤسسة بتخيل علي لما كان يوقف على الشباك تحت قبل ما أنا أطلع من المدخل أنه فوق واقف نطرني بالوقت اللي أنا بيجي فيه بيصبح علي بيمسي علي أو إذا رايح موضوع بيقلي بيقلي أنا رايح هذا الموضوع إذا سألت عني أنا مش موجود أنا هيدا الموضوع رايح عليه أو إذا طولت أنا يمكن طول بهذا الموضوع علي حتى إذا ما عنده شغل بيجي ليوصلني على الشغل ويفل أو إذا عنده مثلاً على الثمانة شغل بيفيق معي على الساعة ستة بيجيبني وبيجي بكير على الشغل وبس لا يجيبني فعلاً ما بيقوله الخاي إنه لما بتشرب ماي بتقولي الخاي مثلاً إنه قدمهية عن جد حلوة هالكلمة ومعبرة علي هو الحياة كلها كان وهيك بعده بعده علي يعني بعد مراح بعدني بحس فيه وبعده موجود وبعده بحيال لمطرح هون بالتلفزيون أنا بحس بوجوده يعني أنا عالية يمكن كنت شوفه هون أكتر ما كنت شوفه بالبيت عنا فمشان هيك لما الواحب بدي يطمن على إخته بيضل كل الوقت دوين معي يعني كان هون ولا برة ولا وينما كان بأي مطرح الخاي كتير سند كتير مهم فما بيجي مثل الخاي عنجاد ما بيجي مثل الخاي إلى الطبقة الأولى نكمل وهناك رفاقه يستذكرونه منذ الصباح لتخيم أحداث النهار المشؤوم على أرجاء القسم من هيد الغرفة انطلق علي على المهم اللي استشهد فيها اللي ما رجع منها قبل استشهاد علي كيف كنا نشتغل وكيف كنا نفوت كيف كنا نطلع وصلنا من بعد استشهاد علي نعمل حسابات كتير علمنا علمنا ايه يعني للأسف ايه بس تطلع يا بيا صورة علي انت وضهرة وانت فاتة لأنه بهذا القسم بهذه الغرفة بالقسم الثاني تاعت التصوير تاعتنا بكل زاوية كان علي موجود فيها بكل خزانة علي كان بيناتنا قام بعدنا الصبح كنا نتذكر وعلي على طول ببالنا ما بيروح من بالنا هادينا احنا محتفظ بكل المهام اللي مطلع له مفتكر هادا النهار موجود أحوط أحوط تسعة أربعة إلى وادي خالد ساعة ثمانية صباحاً حسين ثلاث عمد خيات علي شعبان وكان فيه هذا أول موضوع كان أول موضوع كنا عم نشرب الأهوة الصبح أنا وطلع لهون ووقعت الأهوة على الورقة يقولوا الأهوة في الخال أبو عمر طلع في الشر علينا بهذا العرض ولأن علي قتل بدم بارد فإن ملاحقة قاتليه مستمرة ولم تتوقف ولو أن الأزمة السورية كونت عائقاً في مسار التحقيق في أسماء المتورطين هذا النهار دعم مفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر على أفراد من الجيش السوري وأحال ادعاء لقاضي التحقيق الأول رياض أبو غيضة اللي أصدر مؤخراً مذكرة تحر دائم للبحث عن هوية الفاعلين كون التحقيقات متوصلت لنتيجة لمعرفتهم دولة اللبنانية ربما فروض تسلموا هيدا الأرار للسوري لا يقوم بهذه التحقيقات شو صار بهذا الإطار؟ طبعاً هيدا الشيء لازم يصير بس نظراً للأوضاع الأمنية هلأ ما مصار بسوريا بعد ما توصلنا لهيك إجراء بس الجديد رح تسعى بكلمة لديها من وسائل لحتى توصل صوتها لمتابعة هالقضية وإلقاء القبض على من قام بقتل الشهيد علي شعبين رحيل علي ليس مجرد ذكرة نحييها كل عام فهو استشهد بحثاً عن الحقيقة واليوم نحن نكمل هذا المسير وهو طريق كلفنا يوماً زميلاً عزيزاً لا تفيه أي ذكرة حقه والأصبح هو الذكرة له فئة كبيرة بالنسبة لنا بس نعطرينه نستعبله بهالاستعبال الحلو قانون السير الجديد يفاجئ النواب بغراماته الباهظة تقرير ليالبو موسى التمديد سار ليس على النواب وحسب إنما على القوانين التي يقرونها فقانون السير الجديد لم يبدأ تطبيقه في الأول من نيسان لكنه مدد حتى الخامس عشر من الشهر عينه والأجواء تشي بتمديد آتن هذا القانون فاجأ المواطنين بارتفاع غراماته ولكن المفاجأة كانت أن نواب الأمة الذين أقروا القانون فوجئوا أيضاً بالغرامات كاميرا الجديد قصدت مكاتب النواب لتسأل عما كتب في القانون لا تسألك كلنا للوطن لا تسألك على غرامات السرعة غرامة السرعة قد لا تسأليني الأرقام لأنه منهم براسة أنا زالي ماشي على الأرقام مش حافظون هلا قلب هلا بها اللحظة هاي لأ مني حافظون عندي إيهون مافظ ما مني حافظ كل واحدة يقدي لا مني حافظ الأرقام هلا بس بتذكر شفتهم مرة بس ما ما علقوا بزهنة يعني يعني نحنا مننا شغلتنا نعرف إذا تبين إنه شي كتير كبير وما يعني عم بيصعب التنفيذ وعم بيهرب الناس يمكن عم بزيد الرشولة يهربوا من الغرامة وغيره ممكن ساعتها يتم عادة النظر فيها ما أنه شغلت لن نائب يعرف قد هالغرامة ولا حتى المواطن بعض وصلوا كامل تفاصيل الأنون كانوا مية ولا ميتين ألف غرامة الميكانيك قدي يعني غرامة الميكانيك غرامة كبيرة غرامة السرعة كمان غرامة كبيرة يعني مثل قصة أنول إيجارات إن عمل بس سفي عليه كتير من الإشكالات يعني اليوم غرامة ممنوع الوقوف تقريبا قدي مش قصة إنه قديش هاي وقديش هاي يعني ما نحكي بالأرقام خلينا نتفع على هذا الموضوع إنه مثلا غرامة عكس السر أقول لي لو بفيه الوقت يرجع للقانون بيطلع على كل هذي الأمور حتى الآن حتى هيدا اللحظة فيه كتير حتى من النواب وحتى من المسؤولين وحتى من قوى الأمن الداخلي مش فهميني قانون السر بشكل مطلوب وبشكل صحيح لذلك بنا نوقع بمشاكل كتير هيدا القانون مكون من كذا مئة مادة كيف هالشرطة بدي يستوعبه كيف هالشرطة بدي يطبقه كيف المواطن بدي يفهمه كيف المواطن بدي يطبقه منتوجه لوزير الداخلية إنه يتريص بيطبق أو يعلقه أو يطبق القصم المتعلق بموضوع النقاط هاللي هي تدريجيا عم نطبق النقاط والعقوبة على المواطن ومن ثم النظر بتعديل موضوع الغرامات المالية أنا الغرامات ما كنت عارفها وإلا ما كنت أدامت باقتراح معجل مكرر لخفض الغرامات للنصف أنتوا ما بتقروا القانون قبل؟ لا كلنا قرينا القانون بس خمسمائة مادة ما فيك تقريها بثلاثة أيام معني ببلغوك جدول أعمال قبل ثلاثة أيام منهم لا يعرف الغرامات أو قرأها مرة أو لم يكن لديه الوقت الكافي ففوجئ بها وسارع إلى اقتراح قانون معجل مكرر لخفضها ويبقى هذا القانون مثالا بسيطا على من يقرؤون القانون من عنوانه فقط والمجلس يقرأ من نوا به ليالبو موسى قناة الجديد طهران تربط التوقيع النهائي على الاتفاق النووي برفع العقوبات والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران يقول السعودية سيمرغ أنفها بالتراب والرئيس حسن روحاني يدعو إلى حوار بين اليمنيين برز موقفان إيرانيان لافتان من رأس الهرم في السلطة الإيرانية من الملف النووي الإيراني والحرب على اليمن إذ قال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنائي أن ليس هناك أي ضمانة باتفاق نهائي مع القوى العظمى بشأن البرنامج النووي الإيراني في حين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن توقع اتفاقا نهائيا لبرنامجها النووي ما لم ترفع العقوبات في اليوم الأول لم أكن متفائلا قط في شأن مفاوضة أمريكا ومع أنني لم أكن متفائلا فقد وافقت على هذه المفاوضات تحديدا ودعمت المفاوضين لن نوقع أي اتفاق ما لم تبطل فورا كل العقوبات الاقتصادية منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ ولفت كلام عالي النبرة من الخامنة اتجاه السعودية عازي أن تدخلها في اليمن إلى ما وصفه بتولي شبان من دون خبرة زمام الأمور في البلاد السعودية أخطأت في اعتداءاتها على اليمن وأسست لبدعة سيئة في المنطقة وسيمرغ أنفها بالتراب من ناحية انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني حملة الضربات الجوية التي تقودها السعودية على الحوثيين في اليمن بوصفها مسارا خاطئا داعيا دول المنطقة إلى العمل لإعادة أطراف النزاع في اليمن إلى طاولة الحوار أمة عظيمة مثل الأمة اليمنية لن تستسلم للقصف دعونا نفكر في وقف الحرب وتطبيق وقف لإطلاق النار وتوفير إغاثة على نحو ودي للمتهدين في اليمن دعونا نجد مناخا يقرر فيه اليمنيون مصيرهم بأنفسهم على طاولة التفاوض وفي الاتفاق النووي مع الغرب قال روحاني لن نوقع أي اتفاق ما لم ترفع كل العقوبات في اليوم نفسه غارات للتحالف تستهدف مواقع عسكرية بصنعاء ومقتل أكثر من عشرين شخصا في قصف حوثي على عدن تمكن الحوثيون على الرغم من ضربات التحالف بقيادة السعودية من الاستمرار في التقدم في الجنوب والسيطرة على مرينة عتق عاصمة محافظة شبوة في جنوبي البلاد هذه السيطرة جاءت بعد قتال عنيف دار بين موالينا للرئيس المستقيل عبد الرب منصور هادي واللجان الشعبية غير الموالية للحوثيين في المقابل استمر تحالف عاصفة الحزم في توجيه ضربات جوية على مواقع المسلحين الحوثيين في مدن يمنية مختلفة واستهدفت الغارات مبنى وزارة الدفاع في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وقتل اثنان وعشرون شخصا وأصيب نحو سبعين معظمهم من المدنيين في قصف حوثي بالأسلحة المتوسطة وثقيلة على أحياء في مدينة عدن جنوبية اليمن فجر الخميس وشاهد جبل حديد في عدن مواجهات عنيفة بين اللجان الشعبية الموالية لهادي والحوثيين مدعومين بقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأكد الناطق باسم تحالف عاصفة الحزم العميد أحمد عسيري أن التحالف يحتفظ بحق الرد على أي محاولة للإضرار بالشعب اليمني أو تزويد المسلحين الحوثيين بأي نوع من الأسلحة ولذلك الآن التنسيق جاري مع اللجان الشعبية ومع الحكومة اليمنية لتوفير الحد الأقصى من السلامة أو الأطقم الطبية ومساعدتهم قدر المستطاع إلى وصول هذه المساعدات للمستفيدين والاستفادة منها داخل مستشفيات عدن سياسيا حذر وزير الخارجية الأمريكية جون كاري إيران من دعم الحوثيين قائلا أن أي دولة في الشرق الأوسط تشعر بتهديد من إيران وأنها لن تقف موقف المتفرج إذا زعزعت إيران المنطقة وصدر التحذير الأمريكي بعد ساعات من إرسال إيران سفنتين تابعتين للبحرية إلى خليج عدن هذا ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد البحرية الأدميرال حبيب الله سيراي قوله أن الخطوة تهدف إلى تأمين المسارات البحرية للسفن في المنطقة رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية الخاصة في ترابلس ريال حسن ترى في إقرار هذه المنطقة خطوة أولى نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي لترابلس والشمال وتعزيز فرص الاقتصاد اللبناني وتؤكد للجديد أن نجاح مهمتها يحتاج إلى توافق سياسي فعلي لتتمكن الهيئة الإدارية من تحقيق مهمتها المنطقة الاقتصادية الخاصة في ترابلس أبصر مجلس إدارتها النور بعد أكثر من سبع سنوات على إقرار هذه المنطقة المنطقة هذه من شأنها تعزيز الحركة الاقتصادية في الشمال بشكل خاص ولبنان عامة ومن المقرر أن تبنى قرب المرفأ بعد استكمال أعمال الردم على أن تشمل منشآت عدة منها سكة الحديد في حال نفذت ومعرض رشيد كرامي المنطقة الاقتصادية الخاصة هي نموذج معتمد بكثير من البلدين بالعالم يلي هو عبارة عن منطقة بتكون عادة على بحر مثلاً أو على قريبة من مرفأ بيكون محددة حدودها الجغرافية وبتكون عندها تحفيزات معطية لإله من قبل الحكومة لحتى تستقطب هي استثمارات عادةً بتكون أجنبية أو حتى شركات أجنبية مشان تجي تنشؤ بهالمنطقة الاقتصادية فريزون مش فريزون الفريزون هو بيأخذ عادةً إعفاءات جمركية هيدا فيه إعفاءات بالطال أكثر من الإعفاءات الجمركية إعفاءات ضريبية إعفاءات خاصة برخص اللي بتنعضل للأشخاص الذين يجوا يشتغلوا من الضمان الاجتماعي الهدف مننا هي أنه مثل ما قلت تستقطب استثمارات تزيد الصادرات اللي هي الوطنية إلى الخارج المنطقة لن تكون جاهزة قبل سنتين وهي تحتاج إلى استكمال تلزيمات الردم من قبل مجلس الإنماء والأعمار وتأليف الهيئة والدراسات الاستراتيجية اليوم لحتى يقدر هالاقتصاد المحلي يخدم المنطقة الاقتصادية خصوصا إذن إجاد شركات أجنبية لازم يصير في التطوير وتحديث لكل هالوسائل الإنتاج اللي موجودة ونحن بنعف اليوم الوضع بطرابس مش بأحسن أحواله لازم نشتغل كلنا سوا ما ببطي حط الضغط أو المسئولية على الهيئة خرطة هو المسئولية على الحكومة أنه هي تشتغل لحتى تحضر الاقتصاد المحلي بطريقة لتحثه وتطوره لا يكون هو عم يقدر يخدم هالمنطقة الاقتصادية رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية شددت على أنه في حال لم يكن هناك توافق سياسي ودعم لهذه المنطقة فإن عملها سيعطل مشديدة على أهمية أن تكون هذه الخطوة بداية إنماء حقيقي لترابلس والشمال أهم شيء أنه يكون مدعومين من الجهات السياسية كلنا لأنه إذا ما قدر يشتغل هالمجلس الإدارة أي منطقة اقتصادية أي هيئة ولا شيء بيقدر يقلع الشغل مهم نكون نحن ضمن المجلس الجنسين مهم يكون في دعم سياسي ومالي لها الهيئة لحتى تقدر تقلع بشغلة الحسن حذرت من إنشاء مناطق اقتصادية يضارب بعضها بعضا خصوصا أن مساحة لبنان صغيرة وشددت على أنه في حال إقرار مثل هذه المناطق يجب أن تكون متكاملة باسل العريض قناة الجديد النائب إبراهيم كنعان يقول من معراب العمل جاد وأحرزنا تقدما ملحوظا في إطار الإعداد واللقاءات بين القوات اللبنانية والطيار الوطني الحر زار أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان معراب حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع على مدار ساعة ونصف الساعة في حضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في الحزب ملحم رياشين كان جلسة مهمة على هذا الصعيد لا أريد أن أعلن عن أمور متركها أكيد للقييمين عليها بشكل أساسي العمالة هنا والدكتور سامير جعجع ولكن يقدر أقول أنه تقدمنا بشكل كبير هذا الأمر يريح على الصعيد المسيحي وعلى الصعيد الوطني للأجواء والمناخات إن شاء الله مع الكل بيكون في تقدم أيضا على الحوارات الأخرى اللي عم تحصل لأنه إلا بهيك مبادرات ما رح فينا نلبن الاستحقاءات اللي جاي بدءا من الاستحقاء الرئيسي وصولا إلى أي استحقاء آخر وعما يتردد من أن العمدعون سوف يكون له موقف جديد تجاه الملف الرئاسي في حال لم يدعمه حزب الله في الملف التعيينات الأمنية أجاب كنعان إن التسريبات تكثر في الآونة الأخيرة ولكننا اليوم بصدد إعداد تفاهم سياسيا وإعلان نيات بين الطيار الوطني والقوات اللبنانية الوزير علي حسن خليل يعلن أنه ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة عند نقطة المصنع أشار وزير المالية علي حسن خليل في مؤتمر صحفي إلى الإجراءات الجمركية لضبط عمليات التهريب إلى أننا حريصون ومصرون على استكمال الدراسة المتعلقة بالإجراءات الجمركية ربما يحتاج الأمر إلى بعض الوقت معتبرا أن لبنان يجب أن يشهد تغييرا في عمليات إدارة المرافق والحدود والجمرك عمليات الضبط هي عمليات مستمرة هلأ كنا عم نحكي مع إدارة الجمرك مبارح يمكن نحن على معبر المصنع ضبطنا كميات كبيرة مهربة دون رسوم جمركية والتحقيق ماشي فيها لتحميل أصحاب المسئولية الأمر لا يقتصر فقط بس على عملية تأخير صغيري بالمرفع أو غيره من هون صارت هذه الجلسة وهي استكمال لمجموعة إجراءات أخذناها لما وضعنا معايير قبل أسبوعين أعدنا فيها النظر وخلقنا شيء اسمه المسار العشوائي لما نبلشنا بهذا الإجراء تخفف حوالي بين الخمسة والعشرة بالمئة من المستوعبات وحيلت إلى هذا الخط لشركات معروفة لمخلصين موثوقين وفق معايير معتمدة بكل العالم بالبداية كنا بين الخمسة والعشرة بالمئة مبارح بثماني أربعة وصلنا إلى مستوى ثمانية وعشرين بالمئة عم بيروحوا على هذا المسار بعد إعادة النظر بالمعايير الموضوعة هذه الفرصة المناسبة لإلي كوزير بالحكومة وبمن أمثل سياسيا لأقول أنه نحن نؤيد وندعم إلى أبعد الحدود وبلا حدود الخطة الإصلاحية اللي عم يقوم فيها الحج علي حسن خليل وزير الميلية بموضوع الجمارك والمرفع ولأقول بهاي المناسبة أنه كثير من الأبواق اللي كانت عم تتحدث عن المرفع وتطلق اتهامات سياسية ندينها ونستنكرها ونرفضها بالكامل اليوم وكل يوم الدليل الكبير على هذا الأمر هو تأييدنا لهذه الحملة وعدم إبراز أي أحد لأي مستند يدعم اتهاماته الفارغة من أي مضموم الدعم كامل للخطوات الإصلاحية لوزارة الميلية بحضور معالي الوزير علي حسن خليل دعم كامل لمحاربة الفساد اللي ممكن يصير من خلال المرفع النقطة التانية كمان مرة مثال للتعاون بين الوزارات المعنية والتوصل إلى حلول إيجابية بتحسن الاقتصاد اللبناني والتجارة اللبنانية وبتحسن على الأكيد الإيدي بالمرفع وبالجمهر بالتحديد أما رئيس غرفة الصناعة والتجارة محمد شقير فطالب وزير المالية إعفاء التجار والصناعيون بالأرضيات في المرفع لأنها تكلف مبالغ طائلة وفي ظل الأوضاع الاقتصادية صعبة لابد من مساعدة التجار وزارة الصحة تواصل حملاتها لمكافحة الفساد الغذائي والصحي وتقفل دور حضانة ومؤسسات لبيع وتصنيع المواد الغذائية في غير منطقة توفير البيئة الصحية في دور الحضانة باتت جزءا لا يتجزأ من حملات الدهم التي تنفذها وزارة الصحة على غير صعيد وعليها أقفل مراقبو وزارة الصحة بمؤازرة القوى الأمنية عددا من الدور غير المرخص لها وتتولى رعاية الأطفال بصورة غير قانونية وفي ظل ظروف غير مطابقة للمواصفات المطلوبة الدور التي أقفلت بالشمع الأحمر إلى حين استكمال الشروط توزعت على مناطق الغازية ودوحة عرامون وبرجة ودارية الشوف قلنا اليوم بمؤازرة القوى الأمن مخفر الشويفات بإقفال دور حضانة بدوحة عرامون تحت اسم ليتل أنجل وبودشو صار في إقفال بشمع الأحمر وهذا إقفال مؤقت لا استحصال على الرخصة لأنه الدور الحضاني مش مرخصين ومعلي وزير الصحة كان واضح أنه بإقفال الدور الحضاني لا إعادة استحصال على الترخيص وإعادة فتحة وعلى صعيد حملات مكافحة الأغذية الفاسدة أقفل من دبو وزارة الصحة في بلدة غزي البقاع الغربي وبشكل نهائي معملا لتصنيع الحلويات صاحبه سوري الجنسية نحن ضبطنا في حلويات فاسدة وغير مطابق للشروط الصحية بالإضافة لأنه غير مرخص فقمنا بإقفاله واليوم عم نقوم بعملية تلف واسعة لكل البضاعة الفاسدة الموجودة بالمعمل في قضاء اصغر تدهمت دورية من الجيش مزرعة في بلدة كرم سده حيث عثرت على نحو 20 طن من حليب الأطفال المنتهي الصلاحية في أرض حرجية تابعة عقاريا لبلدة كرم سده وأوضح طبيب القضاء أن عملية الدهم جاءت بناء على إخبارية من المواطنين لافتا إلى أنه سيجري إطلاف الكمية عن طريق حفرة كبيرة بحسب الأصول وعلى نفقة أصحاب العلاقة وفي بعلبك أقفل مراقبو وزارة الصحة بحضور طبيب القضاء مطعما لبيع الفلافل والفول وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بوجود حشرات داخل الطعام وقد اتخذ القرار بإقفال المطعم ثلاثة أيام لإعادة تأهيله لكونه لا يستوفي الشروط الصحية وأمهل حتى أواخر حزيران للحصول على ترخيص قانوني من وزارة الصحة يجيز له فتح المطعم التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي اليوم في خلال زيارته الرياض وبحث معه في آخر تطورات الأزمة اليمنية أمير قطر كان قد زار المملكة العربية السعودية والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر العوجة وناقش الزعيمان مستجدات الأحداث في المنطقة واليمن على وجه الخصوص وتعد المباحثات بين العاهل السعودي وأمير قطر الثانية بين الجانبين في غضون شهرين والأولى منذ انطلاقة عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية وتشارك فيها قطر ضد الحوثيين في اليمن داعش تخترق قناة تيفي سانك أكدت القناة الفرنسية الخامسة أن صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي قد اخترقتها جماعة تدعي انتمائها إلى تنظيم الدولة الإسلامية وقال مدير القناة أنهم فقدوا السيطرة على حسابة الشبكة العنكبوتية وستطاع المتسللون نشر صور لرجال مقنعين على صفحة تيفي سانك على موقع فيسبوك محذرين الجنود الفرنسيين من عدم الانضمام إلى العمليات العسكرية ضد الدولة الإسلامية وقد نشروا بطاقات هوية لأشخاص قالوا أنهم ينتمون إلى الجيش الفرنسي واتهم القراصنة أيضا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند بارتكاب خطأ قد لا يغتفر والمشاركة في حرب لا تخدم أي غرض أعداد المقاتلين الفرنسيين في صفوف داعش وتوقفات مجاهدين في إسبانيا في هذا التقرير شكل عدد المقاتلين الفرنسيين الذين اتشهوا إلى مناطق القتال في سوريا والعراق 1500 أي نصف عدد المتطرفين الأجانب الذين وصلوا عددهم إلى 3000 متطرف وفق تقرير صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي وأشار إلى أن هذا الرقم سجل زيادة بنسبة 84% مقارنة بشهر كانون الثاني عام 2014 وأضاف التقرير الفرنسي أن 413 فرنسيا من أصل 1432 موجودون فعلا في مناطق القتال بينهم 119 امرأة كما أن 261 غادروا منطقة القتال بينهم 200 عادوا إلى فرنسا مرجحا مقتل 85 آخرين بينما هناك اثنان مسجنان في سوريا وأوضح التقرير أن 152 متشددا هم حاليا مسجنون في فرنسا بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية على علاقة بشبكة إرهابية تبين أن 22 منهم فقط سبق أن دخلوا السجن من قبل أما في إسبانيا فأعلنت شرطة كتالونيا في شرقي إسبانيا توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش في إطار عملية لمكافحة الجهاديين في هذه المنطقة وقال مستشار الشؤون الداخلية في كتالونيا أن عمليات التوقيف التي جرت في عدد من المناطق بينها برشلونة مرتبطة بعملية على الحدود بين بلغاريا وتركيا جرى توقيف أشخاص فيها في كانون الأول الماضي فان ديزل يقود سيارة لبنانية في فاست أند فيوريوس من شاهد فيلم السيارات الشهير فاست أند فيوريوس بنسخة السابعة لابد أن تكون سيارة لايكن هايبر سبور الحمراء قد لفتت هذه السيارة لبنانية صممتها شركة لبنانية دابليو موترز التي تتخذ من دبي مقرا لها أسسها رجل العمل اللبناني رالف دباس ووفقا لتقارير ومقالات نشرت بخصوص هذه السيارة يبلغ سعرها ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي فقط وزودت بمحرك وسطي مكون من ست أسطوانات وهو مرتبط بشاحني تيربو ليولد قوة تصل إلى سبعمائة وسبعين حصانا وتتسارع السيارة ذات التصميم اللبناني من صفر إلى مائة كيلومتر في الساعة في غضون ثانيتين وثمانية عشر من الثانية وتبلغ سرعتها القصوى ثلاثة مائة وخمسة وتسعين كيلومترا في الساعة وبالعودة إلى الفيلم فان السيارة اللبنانية يقودها الممثل فان ديزل وينزل بها من أعلى ناطحة سحابة وقال مؤسس الشركة رالف دباس في حديث صحفي أن المتطلبات كانت كثيرة للفيلم الجديد إذن شركته عملت على تصميم عشر سيارات لايكن تحطمت تسع منها في خلال التصوير ووقيت واحدة سليمة فقط مع أنها أصيبت ببعض الأضرار تظاهرة من نوع آخر شهدتها العاصمة الأرمانية ياريفان التي استقبلت النجمة الأمريكية من أصل أرماني كيم كارداشيان وزوجها كاني وست إضافة إلى شقيقتها كلوي وابنتها نورث الزيارة التي أحدثت ضجة عالمية تأتي في إطار إحياء الأرمن ذكرى المئة للإبادة الجماعية وأكدت كيم أنها تريد إعادة ترميم الاتصال بجذورها الأرمانية خصوصاً أن والدها روبرت كارداشيان من أصل أرماني كان في النشرة مصطفى ناصر أمام المحكمة حكاية الحريري مع نصر الله أنا أقطع الأصابع العشرة ولا أوقع على دم المقاومة جديد السائقين المختطفين لدى النصرة ستة بخير وفيه اتنين مش واثقين بالضبط وين هني وكيف ما نقدر نوصل لحل في الخاص أقروا قانون السير من عنوانه مش حافظوا هلأ هاللحظة هلأ من يحافظوا علي شعبان لا يزال بيننا علي هو الحياة كلها كان المرشد الأعلى يصعد والرئيس يهادن في ملف اليمن وكان في النشرة سيارة لبنانية في أفلام هوليوود في ختام هذه النشرة شكراً لحسن المتابعة الموعد المقبل يأتيكم عند الحادية عشرة ونصف من هذه الليلة فإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة